انطلق برنامج التمكين الاقتصادي فرصة بحديقة الأزهر ويضم ملتقى للتوظيف بمشاركة 24 عارض من كبرى الشركات وقام البرنامج بتوفير 200 فرصة عمل للشباب وتسليم بعض الأجهزة التعوضية لعدد من أصحاب الهمم وأكد محافظ القاهرة خالد عبد العال أن برنامج فرصة يمثل منظومة متكاملة للتمكين والتأهيل لدخول سوق العمل استكمالا لمنظومة الحماية الاكتباعية التي تقدمها الدولة للفئات الأولى بالرعاية وكذلك مساعدة القادرين للانتقال من مرحلة الدعم إلى الاستقلالية المالية ويهدف البرنامج إلى دعم المرأة والشباب والأسر محدودة الدخل ودوي الهمم في الاندماج بسوق العمل